لقي خمسة من عناصر المليشية الحوثية مصرعهم بينهم قياديون في جبهة شمال الضالع ودكت المدفعية تعزيزات جديدة للمليشية الانقلابية في مريس وقال مصدر ميداني ان القياد الحوثي المدعو نسيم بابكر لقي مصرعه مع اربعة اخرين من مرافقيه واستهدف قصف مدفعي مركز تعزيزات جديدة للمليشية الحوثية في جبهة مريس شمال شرق الضالع كما تمكنت قوات الجيش والمقاومة من صد وكسر اربع محاولات جومية للمليشية الحوثية وتكبدها خسائر كبيرة